اشتركوا في القناة في انجاز جديد اكد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية اكد سموه علو كعبه في رياضة الرجل الحديدي من خلال مركزه الجديد حيث حقق سموه المركز السابع والعشرين على فئته بين ثلاثة الاف متسابق من مختلف دول العالم في بطولة العالم للرجل الحديدي التي اقيمت في مدينة تشانوغا الامريكية وذلك بعد ان انهى سموه كافة مراحل السباق في زمن بلغ اربع ساعات وسبعا وعشرين دقيقة واحدى وعشرين ثانية اذ جاءت نتائج سموه خلال مراحل السباق الثلاث كالتالي السباحة لمسافة كيلو متر وتسعمائة وثلاثين مترا في احدى وثلاثين دقيقة وثلاثين ثانية الدرجات الهوائية لمسافة تسعين كيلو مترا ومئة متر في ساعتين واثنتين وعشرين دقيقة الجري لمسافة واحد وعشرين كيلو مترا ومئة متر في ساعة وثمانين وعشرين دقيقة وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الانجاز المشرف الذي حققه لمملكة البحرين والخليج في البطولة واعرب سموه عن خالص شكره وتقديره الى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لما اولاه من دعم ورعاية لسموه خلال مشاركته في البطولة العالمية والتي كانت الدافع والحافز الحقيقي لانهاء كافة مراحل السباق وتحقيق انجاز مشرف جديد يرتقي لتطلعات جلالته حفظه الله مؤكدا سموه ان الانجاز تحقق بفضل الاهتمام والدعم لا محدود الذي يتلقاه من لد جلالته ايده الله فهو الراعي والداعم الاول لكافة الرياضيين في مملكة البحرين واشار سموه الى ان الطموحات لا تتوقف عند حد معين عندما يتعلق الامر بالترويج للمملكة ومنجزاتها الحضارية والتنموية وما تتمتع به من مقاومات اقتصادية وسياحية وثقافية في ظل العهد الزاهر لسيد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه اذ سنعمل جاهدين على استغلال اهم وابرز المحافل الرياضية العالمية للترويج للبحرين وما تحققه من تقدم واضح وكبير من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وجعل المملكة مركزا للاهتمام بما تقدمه من انجازات واضحة في التنمية واعرب سموه عن سعادته بالانجاز الذي حققه في البطولة العالمية التي شهدت مشاركة متسابقين يعدون من النخبة والمحترفين في هذه الرياضة الا ان الرغبة والاسرار على تمثيل مملكة البحرين بشكل مشرف اعطانا القوة والعزيمة على انهاء السباق وتحقيق مركز متقدم رغم قوة المنافسة وصعوبتها مشيدا في الوقت ذاته بنتائج اعضاء الفريق البحريني الذين اظهروا روحا تنافسية عالية واسرارا كبيرا محققين بذلك توقيت مميزة عكست الجهد الكبير الذي بذلوه طوال فترة الاعداد كما تلقى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تهاني الجميع من متسابقين ومسؤولين وفي مقدمتهم سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة الذين اشادوا بالانجاز الذي حققه سموه في البطولة العالمية مؤكدين ان سموه يتمتع بالكفاءة والقدرات العالية في هذه الرياضة الصعبة وقال معالي السفير ان انجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يضاف الى سجله الحافل بالعديد من الانجازات المحلية والدولية اذ ان سموه علامة بارزة في تاريخ الرياضة المحلية نظير ما حققه من نتائج مشرفة معربا عن فخره واعتزازه بما يحققه سموه من انجازات مضيئة اسهمت في تعزيز مكانة وموقع المملكة على خارطة الرياضة الدولية وعملت على الترويج لمملكة البحرين بشكل ايجابي واستطاع الفريق البحريني المشارك في البطولة تحقيق نتائج ايجابية خلال السباق اذ تمكن جميع متسابقي الفريق انهاء كافة مراحل السباق بنجاح وفي انجاز اخر حقق متسابق فريق البحرين للتحمل 13 خافير جوميز بطولة العالم للرجل الحديدي للمحترفين بعد ان استطاع انهاء كافة مراحل السباق بزمن بلغ ثلاث ساعات وتسع واربعين دقيقة وخمس واربعين ثانية ليضيف بذلك انجازا جديدا للفريق اضافة الى الانجاز الذي تحقق بفوز متسابقة الفريق دانيال لاريف ببطولة العالم للترايثلون للسيدات الحمد لله على كل حال يعني الخطة مشت مثل ما احنا نبغي الاداء كان يعني مثل ما تقول ويا 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 المقدمة كانت كان اداء صلب وقوي انت تعرف اليوم بطولة العالم هذه هي يعني 3.8% من مشاركين العالم المشاركين في العالم كلها مليونين ونص شخص يشارك الائرنان فهذه لكلهم يعني top مثل ما تقول يعني الافضل العداءين الحمد لله ان اكون منتهي يعني مخلص الصباق مع المقدمة حصلت النتيجة لان ابغي لان لو وصلت وفيني ذر الطاقة ما كان بكون فرحان ومستانس من النتيجة لكن اليوم اديت الي علي عطيت الي كل الي عندي ونتيجة كانت الحمد لله ممتازة